الأزمة اليمنية من جديد على طاولة مجلس الأمن الدولي وهذه المرة كان المجلس يقرر تمديد العقوبات المفروضة على قيادات الانقلاب القرار الذي تقدمت به بريطانيا وصدق عليه المجلس بالإجماع مدد لمدة عام العقوبات المفروضة على الرئيس المخلوع وزعيم ميليشيا الحوثي المتهمين بتقويض الأمن والسلم في اليمن بالإضافة لعدد من أتباعهما وأقاربهما كما مدد القرار ولاية فريق الخبراء الخاص بالعقوبات حتى مارس أذار من العام 2017 مطالبا الفريق بموافاة لجنة العقوبات بمستجدات منتصف المدة في موعد أقصى نهاية يوليو القادم فيما حدد القرار نهاية يناير المقبل موعدا لتقديم التقرير النهائي للجنة القرار الذي يحمل الرقم 2266 أكد أن الوضع في اليمن لا يزال شكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين ممددا الحظر على توريد الأسلحة ومطالبا الدول التي تشرف على تفتيش الشحنات بتقديم تقارير خطية إلى لجنة العقوبات منذب اليمن في الأمن المتحدة أشار لأن القرار يمكن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات من تجميد قرابة 50 مليون دولار من الأموال المنهوبة مؤكدا أن البحث جاري لاستعادت قرابة 9 مليار دولار من تلك الأموال ويتم تعاون بشأنها مع مجموعة من الدول حسب قوله الأموال التي كان وفد الانقلابي يحملها معه في كل جولات مباحثات السابقة والتي بقيت تدور حول إخراج جقياداته من قيمة العقوبات تبخرت الآن ولم يعد لدى الميليشيا الكثير من الخيارات غير البدء بتنفيذ القرار الأممي 22-16 أو استمرار الحرب حتى سقوط سلطتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر